السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات الذهب الفنية على المدى القصير ليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من يوليو من العام 2024 إذن أخواني لعزاء نشاهد الذهب على المدى القصير يحاول استئناف المكاسب وحتى اللحظة أخواني لعزاء نشاهد الأسعار وعلى فريم الخمسة عشر دقيقة تقترب من منطقة المقاومة الهامة وهي مستوى لألفين واربعمائة وعشرون دولار والذي إذا نجحت الأسعار باختراقها اختراق مكتمل الشروط والأركان على فريم الخمسة عشر دقيقة سوف نشاهد فعليا الصعود صوب مستويات الفين واربعمائة وخمسون وقد نشاهد أيضا الفين واربعمائة وثمانون دولار خلال التداولات القادمة فلذلك أخواني لعزاء لن نغير هذا السيناريو الإيجابي الصاعد إلا بسبب وحيد وشرط وحيد وهو فشل تخطي مستوى الالفين واربعمائة وعشرون دولار مقابل الأنصة الواحدة ونذكر أخواني لعزاء أننا نترقب بيانات هامة جدا على الدولار الأمريكي نترقبها خلال الساعات القادمة في تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة ننتظر خبر مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي وأيضا ننتظر تقرير مبيعات المنازل الجديدة الذي يصدر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وختاما نترقب أيضا تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي يصدر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزائي لهنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله